بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في عدد جديد عدد أتمنى أن ينال إعجابكم ابقوا معنا وتابعوه للنهاية كشف موقع سوفا سكور العالم الخاص بالإحصائيات عن تحديثه الدوري لترتيب أحسن لاعبي الدرجة الثانية الفرنسية منذ بداية الموسم اللافت في الترتيب هو تواجد لاعب جزائري لاعب جزائري غير معروف نسبيا وسط الجماهير الجزائرية ويتعلق الأمر بظاهر باستيا الأيصر كيليان قيبو قيبو حصل على متوسط تقييم وقدره 7.31 على بعد 0.04 فقط عن صاحب المركز الأول أي أنه قادر ربما على التتويج في الأخير بجائزة لاعب العام في الليك دو قيبو للإشارة ليس ببعيد كثيرا عن المنتخب الوطني حيث ارتبط به في مارس الماضي وقيل أنه الظاهر المعني بالاستدعاء قبل أن يتبين أنه الظاهر الأيمن كالتون وليس الأيسر قيبو كيليان قيبو يبلغ من العمر 24 سنة يملك بنية قوية حيث يبلغ طوله 1.82 سنتيمتر أو 1.82 سنتيمتر لعب هذا الموسم 26 لقاء كلها كأساسي وقدم فيها بصورة طبيعية مستوى مميز سجل هدفين وقدم أربع كورات حاسمة وهي أرقام تبقى ممتازة وتؤهله ربما للتواجد مع الخضر مستقبلا قالت تقارير الفرنسية اليوم أن إدارة نادي موناكو لا تملك أي نية من أجل التخلي عن لعبها الجزائري الشاب ماغناسا كليواش وستقوم بتجديد عقده وتأمينه بعقد جديد أقوى في الفترة المقبلة مع الإشارة إلى أن عقد أكليواش الحالي هو عقد لعب شاب فقط حيث لم يصل عامه الواحد والعشرون بعد صعيفة ليكيب ومعها كثير من المصادر الفرنسية قالت أن رغبة اللعب هي التجديد بالرغم من أنه لا يجد مكانا أساسيا ولا وقتا كافيا للعب ضف إلى ذلك أنه يملك كثير من الراغبين في ضمه من بينهم ليل فريق مثل ليل سيتيح لهو اللعب باستمرار لكنه رغم ذلك يرغب في التجديد والقتال على مركز أساسي مع موناكو للإشارة أكليواش دولي فرنسي حالي لكنه كان قريب جدا 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 من الخضر وكان قريب من التواجد في تربص مارس الماضي مع الأمال كشف التقارير الفرنسية اليوم الخميس أن لاعب أران الشاب الفرنكو جزائري أمين غويري قد اتخذ قراره النهائي بخصوص مستقبله قرار قالت التقارير أنه كان مفصلي ووصل بها الأمر لوصفه بالقرار الصادم لمحبيه وعائلته وهو اختيار فرنسا ورفض الجزائر بشكل نهائي المصادر الفرنسية قالت أن غويري يركز فقط على فرنسا ليس فقط لعب كأس أوروبا للأمال في جوان كما يقول الجزائريون لكن حتى بعد نهائيات كأس أوروبا حيث ينوي استراع على مركز مع منتخب ديدي ديشون كيف لا وهو الذي يرى في نفسه القدرة على فعل ذلك أعتقد أنه تقارير لمح له من الإعراب غويري سيكون مع الخضر قريبا وقريبا جدا ولن يضيع الكثير من الوقت لأنه يبلغ من العمر 23 سنة وهو يعلم جيدا أنه لن يبقى له أي أمل بتمثيل البلدين في حال تأخر أكثر كما أنني أملك معلومات مؤكدة حول اتفاقه مع الفاف بعد أن حصل على الثناء كثيرا في الأسبوعين الأخيرين جاء الدور على لاعب الخضر سعيد بالرحمة ليتلقى النقد وكما حدث كثيرا سابقا أن نقد موجه لبلرحمة يكون دائما ثقيل لدرجة القصف أستعى في هيفي أوتن وفي تصريح لموقع كلارتاندهيو وصف بلرحمة بالطفل وسط الرجال هوتن قال أنه عادة لا ينتقد لاعبي واستهام ودائما ما يشجعه لكن ما رأى من بالرحمة في لقاء الأمس ضد ليفر بول جعله يقف مذهولا من درجة تدني المستوى التي وصلها الجزائري هوتن قال أن بالرحمة لا يدافع لا يهاجم لا يساند وعوض عن يعطي الثقة لزملائه يعطيها للاعبي ليفر بول الذين وجدوا فيه الطريق السهل للوصول للدفاع هيفي هوتن ولكي يصل لقمة انتقاده لبلرحمة قال في الآخر أنه يتساءل بينه وبين نفسه كيف يلعب بالرحمة وماركوس باكيتا في نفس الفريق في إشارة للفرق الشاسع بينهما في المستوى صحيح أن بالرحمة لا يقدم مستويات جيدة في بعض اللقاءات لكن لم أرى أبدا انتقادات أقسى من التي توجه له قالت بعض المصادر الإنجليزية القوية أن لاعب الخضر ياض محرز ربما يكون الصفقة الأحسن لنادي نيوكاس للموسم المقبل صحيفة الديلي إكسبرس ورغم أنها لا رسمية لأخبار ارتباط محرز بن يوكاسل إلا أنها رجحت أن تتم الصفقة حيث قالت أن كل ظروف تقول أنها صفقة في صالح الجميع محرز ورغم تألقه الرهيب جدا في كل مرة إلا أنه يبقى دائما الخيار الثاني وربما الثالث في بعض الأحيان باب جورديولا وبحسب نفس المصدر يرى في فيلفودن الجناح الأساسي وحين يغيب يكون غريليش هو المفضل وأما محرز ففي بعض الحالات الطارئة فقط أو بعد تطبيق مبدأ مدورة ولتعزيز هذا الرأي قامت صحيفة الديلي إكسبرس بوضع تصريحات لنجم ليفربول السابق ستان كوليمور تكلم فيها عن وضع محرز الموسم المقبل كوليمور لم يتردد في التأكيد على أن محرز أقرب للرحيل وشدد على ضرورة تحرك إدارة نيوكاسر سوبا وقال أنه سيكون مذهولا لو لم يحدث ذلك أدلى لورون بلون مدرب نادي ليون بتصريحات تكلم فيها عن وضعية ثلاثي الذي تنتهي عقودهم في الصيف ومن بينهم الدولي الجزائري حسام عوار لورون بلون كان قد قال في تصريح سابق أنهم في حساباته وأنهم سيشاركون لكن منذ ذلك التصريح لم يلعبوا لذلك تم إعادة طرح السؤال مدرب ليون قال عن الأمر لقد سئلت عشرات المرات حول هذا السؤال وأعيد نفس الإجابة مرة ومرتين وعشر وعشرين ما دام عوار وباقي اللاعبين الذي تنتهي عقودهم معنا فإنهم متاحون للمشاركة صحيح أن عوار لم يلعب كثيرا في الفترة الأخيرة لكنني إن رأيت أنني أحتاجه في خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربما أكثر فإنني سأستخدمه موقع أولمبيكي ليوني الفرنسي المقرم من ليون قال تعقيبا على إجابة مدرب الفريق أنها إجابة دبلوماسية التقارير الفرنسية قالت أن الكل بات يعلم جيدا أن عوار لن يلعب لأن الإدارة قررت ذلك وقول مدرب ليون أنه سيعتمد عليه فقط لعدم إثارة البلبلة داخل المجموعة أشرت في عدد أمس أن الدولي الجزائري عبد القهار قادري سيغادر فريقه الحالي كورتري مع نهاية الموسم ولنادي بريج موقع فوتبال نيوز البلجيكي قال أن إدارة كلاب بريج مهتمة حقا بالجزائري وربما تتحرك صوبه مع نهاية الموسم فوتبال نيوز استعانت في تقريرها عن قادري ببعض التصريحات كان على رأسها ومن أهمها تصريح عاريني باندار ريكان مدرب بلجيكا السابق وأسطورة كلاب بريج في فترة السبعينات باندار ريكان وصف قادري أنه من أفضل اللاعبين في الدولي البلجيكي وقال من الرائع أن يتمكن قادري من إظهار صفاته الفنية على أي حال قادري من أحسن اللاعبين في الدولي البلجيكي ليس فقط مدرب بلجيكا السابق الجزائري ومدرب كورتري وقادري السابق كريم بلحسين أدل بدروه أيضا بخصوص رأيه في قادري وإذا كان مدرب بلجيكا قد وصف قادري بأحسن لاعبي الدوري فإن بلحسين ذهب أبعد منه بكثير مدرب كورتري قال أن قادري بالنسبة له مزيج من إنيستا وشافي معا وهما من هما بين ملوك الوسط في العالم بلحسين قال أن قصر قامت قادري ليست أبدا نقطة سلبية بل قادري أرجعها نقطة قوة فبفضل قصر قامته انتزاع الكرة من بين أرجله أمر بالغ صعوبة هل هذا تصريح برأيكم واقعي لتشجيع اللاعب فقط أم أنه حتى بهذه الصورة مبالغ فيه أتركوا لي أراءكم في التعليقات من المتوقع أن يغيب كل لاعبي أنجي الجزائريين علق آران المقبل يوم الأحد في الدوري صحيفة وستفروس الفرنسية قالت اليوم الخميس أن الحصة التدريبية التي جارت اليوم عرفت غياب لاعب الخضر نبيل بن طالب بن طالب كان قد تدرب يوم أمس لكنه شعر بالمرض وغاب اليوم إلى جانب بن طالب غاب أيضا فوز غلام الذي يعاني على مستوى وطر العقب إضافة إلى فريد الملالي الذي يعاني من إصابة على مستوى الركبة من دون أن ننسى شتي المتابع كما يعلم الجميع تدريبات اليوم عرفت عودة الشاب زيمدين ويلد خالب بعد فترة طويلة من الغياب وعلى ذكر شتي ولأن المصائب لا تأتي فرادة فقد أعلن الموقع الرسمي لناديه السابق التراجي التونسي اليوم الخميس أنه تلقى مراسلة من طرف لجنة المنازعات في الفيفا تبلغهم بأنهم فازوا بالقضية التي رفعوها ضد اللاعب والذي غادر قبل نهاية عقده على ما يبدو قرارات الفيفا كانت قاسية جدا على شتي حيث ألزمته بدفع قرابة المليون أورو لناديه السابق وهو مبلغ ضخم جدا كما أوقفته لمدة أربعة أشهر عن ممارسة أي نشاط بالإضافة لمعاقبة ناديه أونجي الفرنسي بعدم السمح له بأي تعاقدات لأربع فترات ليس فقط شتي حتى أونجي مصائبه ليست قليلة كشفت صحيفة الأسوار البلجيكية أن إدارة أوندرلاخت تصر على تجديد عقد سليماني فرغم ما قيل سابقا عن المطالب الكبيرة التي يريدها اللاعب إلا أن إدارة ومدرب أوندرلاخت يرون في أن بقى سليماني مع الفريق مطلب أكثر من ملح سليماني ورغم أنه لعب أربع أشهر فقط في الفريق إلا أنه ترك بصمة واضحة وبات منها الدفي أوندرلاخت والدوري ككل وأضل ياسبر فراد بارغ المدير الرياضي لنادي أوندرلاخت بتصريحات إعلامية تكلم فيها عن تجديد سليماني وهل المفاوضات معه موجودة أم أنها متوقفة كما قيل فراد بارغ لم ينفي أن المفاوضات توقفت لكنه أرجع الأمر لسبب غير سبب عدم الاتفاق وفي هذا الشأن قال لقد أجرينا مناقشات مطولة مع سليماني لكن كما يعلم الجميع كنا مركزين على الدوري وعلى المسابقة الأوروبية أيضا وفضلنا أن نؤجل كل شيء لنهاية الموسم الآن علينا أن لا نطيل المفاوضات ويمكن أن أؤكد لكم أننا كلنا مقتنعون بسليماني لأنه اللاعب المناسب لنا إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم